اشتركوا في القناة 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 في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة في تونس النهاردة يمكن الفريق هيصل بإذن الله لتونس ويكون تمرين خفيف ويقدر كمان يكون تمرينتين بعدها قبل المباراة منهم طبعا تمرين على ملعب رادس اللي هيصطديه في المباراة زي ما ارتقوا بقى على الجانب الآخر قصة التعاقدات يمكن كولر احنا قلنا وعشرنا ان كولر من المدربين ان قصة التعاقدات معهم متبقى السهلة دايما طول الوقت لما بيعوز لعيب بيرطب لعيب يكون افضل من اللعيب اللي عنده ويمثل اضافة للقايمة هو ما بيحبش قصة التعاقد مع لعيبين وخلاص فيه لعيبة كتير جدا طبعا معروضة وكلاء لعيبين بيعرضوا بعض المسؤولين داخل النادي الاهلي بيعرضوا عليه ولكن كولر ليه دايما سيستم كده في التعاقدات دازل موليكا طبعا الفيار الاول لتدعيم خط الهجوم ولكن يمكن فيه يمكن جاب كبير بين الرقم اللي عرضه لدارة النادي الاهلي والرقم اللي طالبه نادي بشكتاش التركي فبالتالي لحد دلوقتي صفقة موليكا مش هي الصفقة الاعرب لتدعيم خط الهجوم النادي الاهلي فيه مهاجمين تانين مرشحين اه طبعا فيه فيه لابا كتجة طبعا مهاجم العين الامراطي فيه طبعا كمان مهاجم من شمال افريقيا يقال انه هو مهاجم الجيش الملك المجربي يمكن دي كلها لعيبة مرشحة لتدعيم خط الهجوم النادي الاهلي ولكن الهجوم مش هو بس اللي هيدعم كلنا شوفنا طبعا اللي حصل مع مطموض متولي مدافع النادي الاهلي والقصة طبعا بتاعت سقوته مخشايا عليه في مبارات السوبر كان دايما الاهلي من الاندية اللي معروفة عنها ان هي بتحاول تحافظ على لعبتها ما بيبقاش فيه رسك خالص في قصة الدافع باللعبين وده اللي حصل حتى لو تفتكروا مع بدر بنون اللي هو يعتبر رحل على النادي الاهلي بعد القصة تاعت مضاعفات فيروس كورونا اللي حسرته بعد كم هنرجع لبدر بنون لان بدر بنون يمكن عنده قصة برضو جديدة مع النادي الاهلي ولكن في قصة التعاقدات الاهلي دايما بيكون واخد باله بشكل كبير في القصة بتاعت اللاعب لما يكون عنده مشكلة طبية او حاجة تشبه كده فبالتالي لما حصل مع محمود متولي ده فالأدارة النادي الاهلي تبتدي يتفكر ان هي محتاجة تتعاقب مع مدافع او اتنين كمان مدافعين سوبر كده كده الاهلي كان حتى من قبل قصة محمود متولي بيفكر في التعاقد مع مدافع ولكن بعد قصة محمود متولي والموضوع دلوقتي بأدافل ادارة النادي الاهلي على وجوبية التعاقد مع اتنين مدافعين سوبر دلوقتي محمود مرعي مدافع فيوتشر يعد على رأس الخيارات المحلية لتدعم قاطع الدفاع اللاعب بقى التاني المرشح هو لعيب مفاجأة طبعا احمد حجازي ادارة النادي الاهلي بتحول معاه ولكن طبعا الموضوع صعب جدا فظل تعلقه الكبير مع نادي التحاجات السعودي عشان كده ابتدى يطرح اسم جديد وقديم وهو بدر بنون المغربي بدر بنون ودافع نادي قطر القطري ستقولوا لي دا الاهل يساب بدر بنون وهو اللي باعه ماشي بس الظروف اتغيارته والاهل كان ساعتها يعني الان شوية على بدر بنون الان ان ممكن الموضوع اللي حصل معه دا اتكرر تاني لقدر الله فبالتالي الاهلي يحب ان هو يروح يلعب يعني في نيفل اقل شوية الاهل تم عن طول الوقت بالعب في التوب نيفل بالعب في افريقيا بلعب في المحليا بلعب في كاس عالم عندية فبالتالي تراكم مجارات كبير جدا ممكن يؤثر على أي لعيف فبالتالي الأهلي كان حابب أنه هو يشوفه فترة بره النادي الأهلي ويشوف هل فلاص فعلا تعافى تماما وأصبح لائق أنه هو يشارك مجارات ولا لا وده القصل فعلا والعيب بيشارك تقريبا في كل مباريات نادي القطر القطري والدنيا ماشي كويس جدا اللي بيساعد كمان النادي الأهلي في ضم بدر بنون وهو رغبة نادي القطر القطري في ضم حمد فتلي نجم خط وسط النادي الأهلي يعني فيه كلام عن صفقة تبادلية يعني قريب جدا ممكن تتم بين نادي الأهلي ونادي القطر القطري أنه بدر بنون يرجع مرة تانية للنادي الأهلي وحمد فتحي ينتقل لنادي القطر القطري وطبعا أكيد نادي القطر القطري هيدفع برضه جزء مالي لأن حمد فتحي يعد واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في مصر دلوقتي وأكيد أي نادي حابب أنه هو يشتريه هيدفع فيه رقم كبير بخلاف كمان فرق السن كمبادر بنون كبير في السن حمد فتحي صغير فبالتالي كده كده اللي هيدفع فلوس هو هيكون نادي قطر القطري يعني التدايم برضه بتاع الدفاع هيكون أولوية بالنسبة للنادي الأهلي يمكن حرص المرمى لا يوجد كلام على تدعيمها خط الوسط فيه كلام طبعا على عمر كمان عبد الواحد فيه كلام على بوبو يمكن دول برضه أفضل العناصر للأهلي من ترجطها خلال الفترة اللي جايب كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي إن شاء الله في مبارات الجمعة يعني موضوع الصفاءات ده لسه طبعا نكمل فيه كثير ولكن طبعا عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة كل التوفيق للنادي الأهلي أتمنى طبعا من لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن هم يعني ما يرتكنوش للنقاط الضعف اللي حصلت في التراجي خلال الفترة اللي فاتت ويعملوا أقصى مبهود وأقصى قوة ليهم في مبارات الجمعة عشان تساهل مؤمريتهم بشكل كبير قبل مبارات القاهرة بإذن الله خليكوا دايما معنا في تلفزيون اليوم السابع وتبتياط راديا جيد